السلام عليكم أعزائي الطلاب ما زلنا بنتكلم على المتسلسلات موجبة الحدود هنا هنهتم بدراسة التقارب والتباعد للمتسلسلات باستخدام اختبارات التقارب لهذه المتسلسلات أول اختبار هو اختبار التكامل اختبار التكامل لو معنا المتسلسلة الصمشن EN تحقق ما يلي نحن نعود عنها بالن ونشيلي نحط مكانها اكس يبقى اذا نتكلم على الدالة اف اكس الدالة اف اكس موجبة متصلة متنقصة فان المتسلسلة بتاعتنا دي اللي هو الصمشن EN تكون تقاربية اذا كان التكامل ده تقاربي تباعدية اذا كان التكامل ده تباعدي معنى اي متنقصة معناها اي متنقصة معناها معناه ممكن نجيب الاف داش اف اكس اقل من الصفة او الحد الان اكبر من الان زائد واحد لان معناها ان هي متنقصة نشوف مثال ازبت ان هذه المتسلسلة تباعدية ازبت ان هذه المتسلسلة تباعدية نحن خلاص نقضي الان يساوي واحدة على الان يعني الف اكس يساوي واحدة على الاكس صح؟ ف داش اف اكس اقل من اللي هو يساوي كام الف داش اف اكس الف داش اف اكس اللي هو يساوي ناقص واحد على الاكس التربية اقل من الصفة الآن عند تنهاية انا متسلسلة بتاعته تباعدية تسمى المتسلسلة صمشها من أن يسوي واحد إلى ما لنهاية واحد على أن أسي بي متسلسلة فوق التوافقية في نظرية بتقول إذا كانت بي أكبر من الواحد فإن المتسلسلة تقاوبية إذا كانت بي أقل من أو يسوي واحد فإن المتسلسلة تباعدية مثال هذه المتسلسلة بي كانت باتنين يبقى تقاوبية أكبر من الواحد البي هنا كان بنص يبقى تباعدية البي هنا بثلاثة على اثنين يبقى تقاوبية الاختبار الثاني اختبار الكمبيارزون تيست أو اختبار مقارنة إذا كانت معنا المتسلسلة إي إن والمتسلسلة الصمشان بي إن متسلسلات مجابة الحدود وكان معنا عدد حقيق السي بحيث أن نهاية لما الإن تقول لما الإنهاية الإي إن على البي إن يسوي سابت السي أكبر من الصف فإن المتسلسلتان تكونتان متقاوبتان معا أو متبعدتان يعني هيكون زي بعضهم لو كان الإي إن تقاوبية بل بي إن تقاوبية الإي إن تباعدية بل بي إن تباعدية والعكس نشوف مثال قبل ما نشوف المثال في حاجة يعني لو معنا المتسلسلة بالشكلة خلنا الصمشان كده الصمشان هنا والصمشان متسلسلات إزاي بنختار بي إن إزاي بنختار بي إن بنختارهم إزاي نشوف أعلى قوة قوة البسط إن أس واحد والمقام إن تكعيب لما نقسم على ده يبقى واحد على الإن تهب يبقى المتسلسلة بتاعتنا هتبقى بي إن تباعدية هادي البي إن نشوف هنا ده لما نشيل الجزء كأنه كام خمسة لو لغنى ده ولغنى ده يبقى إن كام ويبقى على إن صح؟ يبقى الصمشان بتاعنا ناخد واحد على إن هنا البسط إن والمقام السبع على أربع يبقى إن على إن وسي السبع على أربع يسوى كام واحد على إن وسي ثلاثة على أربع بالشكل ده بنختار البي إن مثل بيقول إيه اختور المتسلسلات التالية من حيث التقارى والتباعد نشوف إحنا المقام بتاعنا المقام لو حزفنا مثلا ده يبقى واحد على إن والسكام اثنين على ثلاثة هادي اختار البي إن كده خدنا البي إن هنقضى ده نسمى ده البي إن نسمى ده كله ده البي إن ونسمى ده إيه البي إن بدا البي إن أو ده البي إن أو العكس مش مشكل لمت آه لمت هنا إي إن أو بإن بالعكس مش هتفرق معنا لو أسمنا ده على ده هاللاحظ تحت الجز يبقى إني تربية وإني تربية بل معامل ده واحد ومعامل ده واحد إذن النهاية يساوي لما إيه تقول لما النهاية يساوي واحد الواحد أكبر من الصف إذن لو كانت المتسلسلة ده تقاربية فده تقاربية ده تقاربية ده تباعدية فده تباعدية ده هنا البي بكلام اثنين على ثلاثة أقل من الواحد يبقى تباعدية إذن المتسلسلة أصلية ملها تباعدية مثال تاني هنا هناخد البي إن يساوي واحد على ثني أس إن ليه ده تربيع ده تربيع المشكلة فيها في جزء ده خلي باله لما ناخد الصمشن الصمشن على البي إن الصمشن دي متسلسلة هندسية تقاربية إذن هنشوفها هنهى البي إن بالشكل ده نقسم هيدضيع ده مع ده ده لما إن تقول لما نهاية دي نفس القوة إذن يساوي ثلاث يساوي ثلاث أكبر من الصف طيب دي هندسية تقاربية إذن المستلسلة دي مالها تقاربية نشوف المثال ده الإي إن بالشكل ده عاود نشوف هال التقاربية اللي تبع دي أعلى قوة هنا كان إن بواحد وهنا إن السبع على ثني نعمل إيه بإن لكن هنقول إن على إن السبع على ثني يساوي واحد على إن والخمسة على ثني هي اللي خدناها هي دي اللي هي البي إن هنقسم عادي ونجيب النهاية نهاية نهاية إن على بإن يساوي ده طبعا نحنا بنقسم يبدو نضغب في المقلوب اللي بيحصل لما نضغب ده في ده أعلى قوة يبدو البص هنا فيه 7 على 2 للأس إن وهنا 7 على 2 للأس إن لما إينا تقول ما لنهاية بمعامل ده 8 على 1 يساوي 8 أكبر من الواحد طبعا المتسلسلة دي ما لها دي فوق التوافقية والبي أكبر من 1 بدي تقاربية إذن المتسلسلة أصلية ما لها تقاربية تقاربية